ونروح بقى دلوقتي مع حضراتكم لخبر مختلف حبتين محاولات مصرية لعبور المانش الحقيقة في محاولات المجموعة من المصريين بتتم حالياً في هذا الإطار وحنوفيكم طبعاً بالجديد فيها أول بأول المحاولة الأولى كانت للسباحة المصري وائل الغرباوي صاحب 57 سنة طبعاً كانت المحاولة دي تحت إشراف الكابتن خالد شلبي الشهير بلقب قاهر المانش بضراع واحد وبمعاونة السباحة الأولمبية شروات حافظ في محاولة طبعاً إن شاء الله تكلل بالنجاح في محاولة تانية من المقرر القيام بها قبل عيد الأطحى المبارك من خلال خمسة سباحين يتقدمهم كابتن خالد شلبي ومحمد الحسيني متلازم الدون وأحمد أسامة بطل فورسعيد بالإضافة إلى سبحتين من ألمانيا من دوي الهمم والقدرات الخاصة أما المحاولة التالتة لعبور المانش بشكل فردي هتكون من خلال السباح أحمد أسامة طبعاً من اتمنى كل التوفيق وكل الدعم لجميع الأبطال الرياضيين اللي بيسعوا لتحقيق إنجازات رياضية لمصر وتسجيل أرقام قياسية جديدة في مختلف المنافسات كل التوفيق بيهم بص بقى أنا وأنت بتتكلم أو الخبر أنا روحت كده عشان أجيب بعض المعلومات عن أشهر السباحين المصريين على مر التاريخ اللي تمكنوا من عبور بقى أصلاً يعني نتكلم المانش عندك البطل المصري أولاً إسحاق حلمي ده أول سباح عربي بيعبر المانش ده كان عام 1928 عندك السباح المصري مصطفى خليل برضو كان مبتور القدمين وقدر أنه عبر المانش ده كان 1994 عندك السباح المصري بعد كده عبداللطيف أبوهيف يعني ده عمل رقم برضو قياسي علامي كان عام 1953 وأحمد ناصف السباح المصري أيضاً كان عام 2014 قدر أنه هو يحقق برضو يعني هذا الإنجاز بشكل كبير فلا الواحد كده لما بيجي يسمع الله لا أنت نحقق حاجات كتيرة جداً إنجازات كبيرة جداً على مر التاريخ يتكلم عن الرياضة المصرية والأبطال المصريين فحاجة برضو حلوة الواحد لما يسمع الجديد يرجع برضو يعرف التاريخ إيه لا وجزء جديد من الأسباب التي قلتها ودول بقى من إنجاز التعبير الفئة اللي كلهم بيتكلم عليه وقادي أبطالنا يا حضرات وقادي المصريين وقادي قدرتهم الاستثنائية على إبهار العالم بتحديهم لعقبات غيرهم رغم يا كريم يعني في بعض الأحيان يعني المصري بجد لو حتى قديته أقل الإمكانيات أنا بتكلم في أي مجال بقى بصراحة لأنهما إحنا بيبقى عندنا إرادة بيبقى عندنا عزيمة يمكن بجد وأنا مش بجامل نفسي يعني ما إحنا المصريين كلها مش بجامل بعض بس المصري بأقل إمكانيات لما يقدر يحقق نفس المستوى وربما حتى لو حنقول أقل بحاجة بسيطة مع مقارنة بحد تاني أو من جنسية تانية عنده إمكانيات أضعاف أضعاف ففهم يعني إيه الفرق شفناها في مجال الرياضة بشكل كبير تحديدا لو هنا بنتكلم عن الرياضة لا يعني أبطال راحوا كانوا يعني ما فيش يمكن دعم بالشكل المفروض المحترف الشكل المحترف أنا بربي محترف أنا بشوف دلوقتي عندي أبطال عايزة أو أديهم للأمبيات وغيره فبإمكانيات ربما ليست بمقارنة تنبيل دول تانية متساوية أو متقربة حتى لكن بتلاقي نتيجة ربما زي بعض أو أفضل فلا بجد المصري يعني لما زي ما بتقيلت كده مختلف خليها أقولها مختلف حقيقة والله إحنا عندنا قدرات كتيرة جدا بس لو تم استغلالها صح إيه دي النقطة